نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة طبية في قرية كفر أبو جندي مركز قطور بمحافظة الغربية حيث قدمت القافلة الرعاية الطبية لـ 1286 حالة وتم صرف العلاج لهم بالمجان كما شهدت القافلة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 15 مواطنا وتقديم 50 شجرة مثمرة لزرعتها بالقرية ضمن المبادرة الرئيسية 100 مليون شجرة بالإضافة إلى تنظيم محاضرات عن منهضة العنف ضد المرأة ومحاضرات توية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ